انا هقول لكم عن تجربتين تجربة شخصية وتجربة سمعتها من الشيخ الشيخ القطان قال ان الناس اول ما شافته التزم الكلام ده طبعا كان قام التمانينات يعني اول ما شافته التزم قاعدوا يعيروبوا الماضي بتاعه ان انت يعني انت اعمل نفسك فيها الشيخ بقى والكلام ده قال لو كنت سمعت كلامهم ما كنتش بقيت زمانة موجود ولا كملت ختم كتاب الله ولا الكلام ده ده رقم واحد رقم اتنين تجربة شخصية انا اول ما لبس الحجاب اه وانا في الجامعة رحت اول يوم كان لها شلة طبعا في العال بقى شلة شايفيني كان عندي السلم بتاع الجامعة سلم زي السلم الملكي كده عارفة اللي طلع اصر كده انا ناسلة كده في العالة يا خرب يا له اولاد يا خرب يا اولاد ومش عارف ايه ايه الا ايه مش عارفة ايه ايه مش عارفة كانوا بيساموه ايه يعني مش خيمة لا كانوا بقولوا علي حاجة تانية كده اااااا واقعدوا يعني يتكلموني ويدحكوا فيه على جانة اروح اكلم طبعا مكنش لها مختلطة فمرددش اروح فجو لي البنات بقى طرم ايو باك اللي عايزين يكلموني بعد كده البنات تبعد عن الاختلاط قعدوا بقى يغنوني ايه تمرحنا تمرحنا خليتي بينا وبعدتي عنا ايه هل ويه اللي انت عاملها ده وبعدين تعايت وتقنعينا بقى انت اللي هتعرفينا الدين يا عمي تتعايت في الدين طباس انا هروح اتعلم الصلوات والدنيا الاول امر طبيعي انك لما تبقي البيئة وبعدين تحاول تمشي على الطريق الصح لازم يجيلك ناس يصبطوكي لازم مش عايز اقول لكم انا يعني لولا ان انا على الهوى دلوقتي سمكن نقولها لكم في الاجتماعات الخاصة ان شاهم مش عايز اقول لكم مين كرابة درجة اولى يجيبوا صحابي يضحكوا علي ويعملوا على لبسي وشاهم وايه بقى الشراب اللي انت يلبسهوا لازم تلبسي وانت مش عارفة ايه كل الكلام بقيتها بصولهم واتحك كده قولهم ياه ها وفيه ناس ليه طالما خدت قرار ان انا بتاعت ربنا خدت قرار ان انا هلتزم خدت قرار ان انا في طريقك يا رب بلكيش دعوة هيقولوا يا حبيبة اقسم بالله هيقولوا من هنا للصبح وحيقولوا ويفضلوا يقولوا ويفضلوا يعملوا وانت سبت ليه اصانا في جنب الله لا تتضايقي ولا تعملي ولا انت اللي بقى المستنكرين عليكي امر او لو غلطي مثلا في حاجة ما لسه بتعلم يا نامعة والله ايه ماش لسه بنتعلم ما جي واحدة بتصلي جنبي بتعمل كده بقول لها ايه اللي انت بتعقديه على ايه ده طب قبل ما بنقولي السلام عليكم بتعودي تقولي كده حاجة استهلا يكون كل ده التشاهد يعني حرفش طيب باجي مرة اقت بتستعلمي مش عارفة كان فين قلت لها لأ والله في قالتلي هلأ ده احنا كذا دورنا عليه كس تكون في حفلة وانا شيء اغاني مش انا شيء كنت اغاني بقى نقول ترم لا والله ما بسمعش عربي بقى اسمع انجليزي هلأ وكذا والسماع وعادة دقوتة والله ما عرف احنا ما نهنفش واحنا بشر زي ما قلتلك يا حبي احنا بشر امر طبيعي ان يحصل هنقف وحنغلق بس نقوم ونستخدم ونتعلم تمام احنا على طريق ربنا وعلى وعلى الطريق ده ما تلاقي الدنيا حفة الجنة بالمكان ودنيا ومشاء الله دلوقتي مشاء الله عصر الفتاة العظيم اللي احنا فيها رب نجينا منه امر طبيعي لكن اسمع اللي بقولك عليه يا رب انا مليش غيرك شنخطر يا بنات اسمعوا نصيحة لي يا رب انا مليش غيرك يا رب ولا يا رب انا مسكينة وشوف تكفيفي المنابع التربوية والايمانية نادر لما تلق حد ياخدك كده ويتطب على قلب كلك يلا روحي ربنا انتي بتاعت ربنا واحنا كان يساقل تلك والله ما لنا حل اللي جنب الله ولا لنا حل إلا كان في الله عز وجال ولا تقوليلي عريس ولا عيال ولا أب ولا أم ولا الكلام ده هو ربنا اروحي وطلوبي الاعانة من ربنا الاعانة والاستعانة بالله باسم الله المعين يا رب اسألك باسمك المعين عني يا رب عني يا رب خلاف ماقول يا رب ديني كذا ده دعاء انا ده دعاء اما الاستعانة يديكي على قدره هو مش على طلبك انتي في الدعاء طلبك احنا مع عيننا قصيرة مش رأمين حاجة بصين كده حبة كده تحت رجلنا لكن اسم الله المعين والإعانة طلب العبادة عبادة الاستعانة بالله عبادة منسية أنا أقول له عني لا مش يديك على قد ما بتقولي بس يعطيك على قدر الله عز وجل عشان كده دي حاجة من السنن المهجور عايزين نحيا اللي يحياها ربنا يحيي قلبه عند موات القلوب والله تبقى دي بركة اللايف بتاعتنا النهار دي فالأصل يا بنات إن إحنا بتوع رب وما تسمعيش قولولك يا اللي كزا يا اللي كنت يا اللي تعملنا شيخة بقى ووقعت منتعلم يا جماعة ما بنتعلم ما نعمل إيه يعني بنتعلم بس خلي وليك ربنا من الناس كلها والله سبحانه وتعالى يا رب يا تولانا بفضل اللهم أمني